السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي متابعة قناة اسماء للتفصيل اهلا بحضراتكم. ان شاء الله هننفذ الموديل ده النهاردة. الفستان اللي هو يشبه البيزيك او يبقى فستان هيتركب اسم من تحته الشميز. اه الخامة بتاعته من القماش الصوفي اللكرة. اه شكل الموديل طويل اهو. اه ممكن يبقى قصير لو حبه. اه تعالوا كده نشوف هياخد قماش قدي ايه. ونشوف خطوات العمل. القماش المطلوب هيتراوح من متر ونص المترين الا ربع قماش عرض مية وخمس اين. آآ الخامة فيها لكرة جاندة كده زي ما حضراتكم شايفين. آآ هتزودي على الطول اللي انت عايزاه حوالي ربع متر بس. علشان اللي هيكول وعشان الجزء اللي هيتحط الكوم الجابونيز بتاعه. القماش فيه لكرة. اللكرة دي هتبقى في عرض القماش. هناخد الطول المناسب. القماش كده طبقتين اهو. هناخد الطول المناسب والعرض المناسب لحجم اكبر جزء في الجسم. القماشة دي تلبس اكتر من مقاس يا جماعة لانها فيها لكرة. وعشان ما يلزقش في الجسم لازم تاخدي مقاسي يعني اكبر شوية من حجم الارضة. بالنسبة للشكل اللي شبهي الكنار ده. آآ انا هحطه في صدر الفسان من فوق. طبقنا القماش كده اربع طبقات. نعمل حاردة الرقبة وهقصها تمانية سنتي من هنا هاخد تمانية سنتي. اهو. مش عارفة هيبان للترشير. وهناخد كده اتنين سنتي للحاردة الخلفية. اهو. والحاردة الامامية هنزل برضو حوالي تمانية سنتي. انا كده عملته على الضار عشان التبشير يبان. آآ زي ما قلنا هناخد حاردة الرقبة كده تمانية سنتي. آآ وهنزل كده تمانية سنتي بالنسبة للحاردة الامامية. وهنزل اتنين سنتي للحاردة الخلفية. وهنيجي ناخد ميل الكتف كده للاخر. كده. على اخر القماش كده. هتنزلي من هنا قد ايه? هتنزلي من هنا حوالي سبعة سنتي. من الطرف ده لده سبعة سنتي. خلاص هنيجي بعد كده. ننزل من هنا حوالي خمستاشر سنتي او اربعتاشر سنتي اهو. وهعمل قصة كده اها شايفين كده الدخلة دخلت من هنا حوالي اربعة سنتي واخدها كده زي ما انتم شايفين كده على مفيش للاخر. كده. الجزء ده كده القماشة بتمط يعني الجزء ده لو القماشة بتمطش هتزبطيه على قد دوران الصدر. ربع دوران الصدر. الجزء ده كده. فانا هقص كده ونشوف. هو طبعا ده ممكن يبقى فري سايزي لبس اكتر من مقاس. آآ لان القماشة فيها لك رجام ده. هقص من الكدفة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حردت الرقبة. الخلفية الاول. هشيل اتنين منهم اهو. اتنين اهو. وهقص الحردة الامامية. بسم الله. الموديل سل بسيط جدا جدا يعني اي حد مبتدأ يقدر ينخزه بسهولة. هطبق القماش تاني اهو عشان بس آآ ازبط الجينات. هاجي كده. طبعا اه الديل من تحت يبقى كده على عرض القماش كله. زي ما هو كده. شوفوا انا عصيت حتة صغيرة كده خالص. اهان. بس كده. وده بقى كله للاخر. ده كده هيتخيط من هنا كده للاخر. الجزء ده انا كنت طلعته هعمل منه هايقول. هايقول طبعا لو ماشا شايفين بتموت تقدي ايه? هناخد كده قطعة. هنعملها هايقول. هقول لكم الطول بتاعها قد ايه? والعرض بتاعها قد ايه? بس بشرط تكون القماشة. يعني المقاس اللي هدي ده شايفين المطة قد ايه? مطة كبيرة جدا. فانا هاخد كده قطعة قماشة. طلها كده. اتنين واربعين سنتي او عرضها طبعا المطة دي دايما تكون في العرض يا جمعة. عرضها كده اتنين واربعين سنتي. خلاص لكن طلها كده حوالي تمنتاشر سنتي. هقصة اهو. دي هتتنين كده وهتبقى الهايقول. اللي هتتركب هنا في الرحمة. خلاص? هنيجي نعمل بس هنا عند الكم اللي هو الجابونيز ده هنعمله زي الجزء فيه. الجزء ده برضو اهو طبقتين. يعني دول كده كل واحدة هتخيط فيها جزء كده. تمام? الكمة الواحد هياخد اف دي ايه? الكمة الواحد هياخد قطعة قماشة. العرض بتاعها كده. حوالي اربعين سنتي. والطول بتاعها كده حوالي خمستاشر سنتي. وده طبعا هيتتني وحيتركب في الكم من هنا. الكم اللي هو الجابونيز. خلاص? دعنا نشوف هنقفل ازاي? اول حاجة هنقفل الاكتاف دي. قفلت الاكتاف هجيب الهايكول وهقفلها من جانب. الهايكول اها كده. همسكها. قفلها كده. قفلت الهايكول. هبدأ اتنيها كده. من النص. كده. تمام? وهخلي الاطراف بتاعتها دي كده لبرة. وهجيب الفسان بتاعي. اهو. طبعا احنا قفلنا الكتاف والكولة اها. اطرافها اها لبرة. هنروح مدخلين ده جوه هنا. بس خياطة الجانب بتاعت الكولة تيجي على خيطة الجانب بتاع الكتف. اهو. احطهم كده وابدأ اخياطهم مع بعض. هبدأ اخياطهم. العيكول يا جماعة حطي الطرف هنا عند خياطة الكتف. والنص بالضبط التاني اهو. هعمله كده بدبوس. اهو. عند الخياطة من الكتف التاني. وابدأ اشد الكولة دي. واخياطها هي على حردة الرعبة. دي ما حضراتكم شايفين كده انا. هنقعد نشدها لغاية ما تبقى قد تدوران الرعبة. الموديل سهل جدا بسيط انكم مش اي حاجة. بس جميل جدا في اللبس. اهو. كده خياطة الرقبة كلها الهايكول بتاعة الرقبة. اللي بقى كده. اه. ده كده ضهرها. تعالوا نعمل بقى ايه الجزء اللي هو البندة بتاعت الكوم اللي هو الجابونيز الصغير ده. انا كنا قصين حتتين زي دي كده. شايفينهم كده? همصن الكتاف كده. الكتاف اهو. معايا. الكول اهيه اللي هيكول بتاعتنا اهيه ودي الكتاف السقطة. دي الجزء ده بقى كده هنخيطه هنا. فهاجي كده امسكه اتنين من النص كده اهو. وحفرد الجزء ده كده. اللي هو الكتف هفرده. وهاخيت ده فيه كده. بس انصف. احط النص على خياطة الكتف بالزبط. اهو كده. كده هان. وهبدأ اخيته. اهو كده. بالناحية التانية هنعملها بنفس الطريقة. بس انا عايزة اواريكو الشكل كده لما اتخيطت. اهو. شايفين كده? بعد كده الجنب ده كله كده هيتقفل كده مع بعض. هنخيط الهية دي في الناحية التانية. ده بتتخيط هنا. في الجزء ده كده. برضو هفتح الكتف. اهو. وهجيب النص بتاع البنده دي. هجيب النص بتاعها بالزبط اهو. اهو. واحط النص على الخياطة وهبدأ اخيط. هنخيط اهو. الموديل كله قص وخياطة ما يكملش نص ساعة. اخلي. خلاص بعد كده هنسك كتاب الجزء ده كده. اهو. الجناب بقى. الجناب الجزء ده كده هنبدأ نخيطها. ده هيتخيط كده 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 لاخر الفستان من تحت. هبدأ اخيط الاطرافة ها مع بعض. هزبط البنده دي اطرافة على بعضها كده. هنبدأ نخيط الجناب. لاخر الفستان بتاعنا. ههو. هنش تابعا بيموت وبيبرم شوية تكونوا حرسين لو اضغيته خامع زي كده تكونوا حرسين في الخياطة بتاعش. لاخر خالص طبعا. ده كده الموديل بتاعنا يا جماعة بعد فخلص يا رب يعجبكم. شكله طالع جميل جدا جدا وانيك وبسيط جدا وتقدروا تنفذوه بكل سهولة. آآ ان شاء الله هنتقابل في موديلات تانية جديدة انتظروني. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.